السلام عليكم واسعد الله وقاتكم بكل خير انا ميرا من قناة ميرا كرافتس للعمل اليدوية والخياطة في البداية اذا كنتوا اول مرة تشوفون القناة اتمنى تضيفون القناة وتفعلون جرس التنبيه حتى يصلكم كل فيديو جديد واتمنى تسعدوني بلايك وتعلقوني على الفيديو اذا حبيتوا لان رأيكم يهمني راح اعمل مقشر الزنجبيل والحمضيات وهو يقدم كهدايا للعائلة وللاصدقاء وممكن ان تحتفظ به لنفسك لتجعلين بشرتك رائعة وهو هدية رائعة للامهات والجدات وامهات الازواج لان اغلبهن يفضلن رائحة الزنجبيل ونشأوا عليها ومن فوائد الزنجبيل للبشرة يساعد على محاربة التجائيد لاحتوائي على المواد المضادة للأكسدة فتشد البشرة وتجعلها شابة والمحافظة على الكولاجين في البشرة ويعمل على التخلص من البثور وينعم البشرة ويحافظ على نظارتها وحيويتها ويساعد على التخلص من البقعة الداكنة والتصبغات واستخدامه في المقشرات يساعد على توحيد لون البشرة ومن فوائد زيت جوز الهند يساعد على استرخاء عضلات الجسم إذا استخدم في التدليك ويرطب البشرة ويخفف أي حكة أو جفاف فيها ويكافح البكتيريا ويخفف تهيج البشرة ومقشر طبيعي للجسم ويساعد على التخلص من الجلد الميت والمساعدة على التخلص من علامات تشقق الجلد وتمدده أما فوائد زيت بذور العناب مفيد لأصحاب البشرة الحساسة ويكافح شيخوخة البشرة ويحمي الكولاجين في البشرة ويساعد على شد الجلد ومكافحة التجاعد لاحتوائي على فيتامين C و D و E ويقلل الهالة السوداء لاحتواء لمضادات الأكسادة ويساعد على تفتيح البشرة ومن فوائد زيت البرتقال الأساسي تحسين المزاج وتخفيف التوتر وعلاج لأمراض الجلدية مثل حب الشباب وتخفيف الألام والالتهابات وممكن الاحتفاظ بالمقشر في علبة محكمة الإغلاق واستخدام ملعقة نظيفة عند الاستعمال وعدم ملامسة الأيدي للمقشر ومدة حفظه ثلاث شهور ويستعمل بفرق الجسم بحركات دائرية عند الاستحمام ويترك خمس دقاقة أو أقل ثم يشطاف بالماء واستمتعي بأفضل إسباق في المنزل وهذه قطوة ناري تشي تسلم عليكم وتحب تشوف الطريقة من الأول للأخير معروف فضول القطط شكرا لكم حبايبي على المشاهدة وتمنى ما تنسون اللايك وإضافة القناة موسيقى ترجمة نانسي قنقر 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 ترجمة نانسي قنقر